كيف مسدس الاف كي بيرناو 7.5 ميليمتر المسدس الميداني اول شيء بنكون باخراج المخزن من السلاح وتاكد من عدم وجود اي رصاص بداخل السلاح بنكون بارجاع الاقسام الى الخلف بشكل بسيط بحيث انه يكون النقطة اللي على الاقسام مطابقة للنقطة اللي على الشاصي ثم نكون بفك او سحب اليت التفكيك من السلاح تقديم الاقسام الى الامام وهذا يكون بفك الجهة العلوية عن الجهة السفلية تأكد انك دائما تكون على قريب من سطح طاولة او حاجة عالية على اساس اذا وقع حاجة من ايدك ما يصير عليها اي ضرر الان بنكون بدفع النابض والثقل اللي موجود على الجهة الثانية بنكون بدفعهم بهذا الشكل على اساس فكهم او رفعهم من السبطانة نكون بعدها بسحب السبطانة بشكل بطيء من السلاح المعروف انه اخر قطعة تخرج هي اول قطعة ترجع الى السلاح نكون بي والان مثل ما احنا شايفين النابض هو نفس الحاجة اللي موجودة بكثير من المسدسات بنكون بارجعهم بنفس الطريقة اللي سحبناهم دفعهم بنقربهم على بعض او دفع يعني من الطرفين وارجعها بفوك السبطانة مثل ما احنا شايفين بعدها بنكون بارجع القسم العلوي السبطانة على الشاصي وارجع الاقسام للنقطة اللي مطابقة على الشاصي لازم تكون النقطتين فوق بعض بعدها بنكون بوضع او ارجع الايليت التفكيك مثل ما لما شلناه والان بكون جاهز للاستخدام وشكرا على المتابعة ابعدوا الاسلحة عن متناول اطفال اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة